اكدت شركة البحرين للمواشي توافر كميات كافية من اللحوم لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك مشيرة الى ان لدى المستهلك خيارات عدة تتعلق بالنوع والسعر على قدم وساق وباسعار متفاوتة ترضي جميع المستهلكين فقد استكملت اسواق الماشية في مملكة البحرين جميع استعداداتها عبر معروضاتها والتي استوردت من عدة بلدان لتغطية احتياجات السوق نظرا لزيادة الاقبال على شراء المواشي خلال شهر رمضان الفضيل شركة استعدت لهذا الشهر الفضيل بمخزون كافي للاغلام الحية المتواجدة في حضائرنا وهي من نوع استرالي وكذلك عندنا اغلام صومالية واغلام عربية ايضا ويتم ذبحها باشراف بيطري وصحي ورقابة صحية في مصلخ الشركة في منطقة سترة وهنا كميات من اللحوم تأتينا ايضا مبردة بالطائرة من السودان وكينيا واللحوم الابقار المطلوبة خلال شهر رمضان المبارك رئيس شركة البحرين للمواشي اكد على تسهيل وكالة الثروة الحيوانية منح ادونات الاستيراد حسب النظام وعمل الصيانات اللازمة للمحجر البيطري مع حرصها بالتأكيد على الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها ملكة البحرين لتخطي جائحة كورونا لضمان سلامة الجميع نحن لا نسمح بتزاحم ودخول في المصلخ ونصر على ان من يريد ان يستلم ذبيحته يكون بعيد عن قاعة الذبح يتم الذبح والصرخ في المصلخ يتم تعبئته في كواتين او عبوات مقفلة ويتم تسليمها فردا فردا الى جمهور المستهلكين هناك جهات رسمية من ادارة الصحة وادارة البلديات يتم فحص الشحنات عند وصولها والتزام المورد بجميع عمليات التلقيح في بلد المنشأ والتأكيد من خلوها من الامراض الحيوانية هذا وقد قامت مملكة البحرين بمضاعفة الشحنات المستوردة من اجل تغطية احتياجات السوق الى الشهر الفضيل الى جانب حشد كامل استعداداتها بحسب المتطلبات وباسعار تنافسية من مختلف المصادر ما ينم عن تحمل المسئولية امام المستهلكين كما دعت الى عدم التهوفة على الاسواق من اجل التخزين او التكديس ومن المؤمل ان ينعش سوق الماشية هذا الشهر ليعطي فرصة اكبر لتوريد كميات مختلفة اكثر من اي وقت مضى شهر رمضان النبارك هو احد الشهور الذي يتزايد الطلب فيها على اللحم سواء للاستهلاك المنزلي او على مستوى المطاعم وهو الامر الذي دفع مملكة البحرين الاستعداد مبكرا لضمان توافر هذه الكميات التي تلبي احتياجات السوق المحلي بشكل كاف طلال نايف لمركز الاخبار تفزي البحرين اشتركوا في القناة